مرحباً بكم في قناة أرض الخبر تم تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المغاربة العالقين العائدين إلى أرض الوطن في الرحلة الستائية رقم أطي 1925 لشركة الخطوط الملكية المغربية القادمة من مطار إسطنبول إلى مراكش منارة وأشارت مصادر إعلامية أنه تم أخذ مسحتي أنتجينيك وبسائخ من كل ركاب الطائرة من طرف فرق صحية تابعة لوزارة الصحة حيث كشفت نتائج الاختبار المستضد أنتجينيك ما لا يقل عن سبعة حالات إيجابية تم نقلها عبر سيارات إسعاف مجهزة من أجل تلقي العلاجات الضرورية وأضافت المصادر ذاتها أن باقي الركاب تم حجرهم في أحد الفلادق بالمدينة الحمراء قبل أن توضح نتائج اختبار بسائخ الواردة يوم الأحد تسجيل ستة حالات إيجابية أخرى نقلت من الفندق إلى إحدى المراكز الصحية ترجمة نانسي قنقر